الحمد والنعمة لنا الروس لا تريك لك ربيك اللهم لبيك لبيك لا تريك لك ربيك إن الحمد والنعمة السيدة المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم حكاو الروسي كل عام وحضراتكم بخير كل سنة والأمة الإسلامية والعربية بألف خير والشعب المصري العظيم عيد سعيد علينا جميعا طبعا استكمالا لحجاج بيت الله الحرام لتأدية مناسج الحج ربنا تقبل منهم ولصالح أعمالهم ويرجعوا لبلدهم بكل سلام وخير النهاردة بيكملوا وبيقدوا باقي مناسك الحج وقبنا إن شاء الله جميعا وربنا يكتبها للي مراحش السنة دي إن شاء الله السنة القادمة ربنا يكتبها له ويكتبها لكل حد يا رب بيتمنى يحج ربنا يرجع لنا أهلنا بألف سلامة ويتقبل منهم ولصالح أعمالهم يا رب العالمين نطلع فاصل ونكمل باقي حركة اليوم من حكاوي الروسي إن شاء الله تستمتعوا معنا اليوم عندنا مواضيع كتيرة ومواضيع نتناقش فيها مع بعض وإن شاء الله نستفاد جميعا من برنامجنا حكاوي الروسي يلا بينا نطلع فاصل ونواصل إن شاء الله فضل طبعا كلنا عارفين والشعب المصري العظيم عارف كان السيد الرئيس ربنا يحفظه رئيس مصر عبد الفتاح حسيسي حفظاه الله ورعاه كان من يومين ثلاثة كان في فرنسا وشفنا قد إيه الرئيس الفرنسي ترحيبه لسيد الرئيس ولدولة مصر وطريقة الاستقبال اللي كان فيها سيد الرئيس وكلنا شفنا قد إيه مصر لها أهمية على مستوى العالم وإزاي بيتم استقبالنا في كل أنحاء الدول سيد الرئيس حفظاه الله رجع الحمد لله من فرنسا وحاليا في مصر وطنه وبنشكر فرنسا والرئيس الفرنسي على استقباله الطيب والترحيب له في فرنسا الحمد لله على سلامتك يا سيد الرئيس لبلدك نورت مصر ورجعت لنا بألف سلامة طبعا عارفين أول ما رجع الحمد لله سيد الرئيس يعني معروف عنك يا رئيس أن حضرتك ما ما بتنامشي شغال على طول باستمرار وتعبان عشان خاطر مصر وعشان خاطر وطنك أول ما رجع على طول قابل رئيس الوزراء الهندي ونزل مصر وتم الترحيب لرئيس وزراء الهند في بلدنا مصر وشفنا قد إيه التعاون ما بيننا وما بين فرنسا وما بيننا وما بين دول أسيا وما بيننا وما بين دول أوروبا وكل دول العالم النهاردة الرئيس الوزراء الهندي موجود في مصر وتم الترحيب له وكان الرئيس طلب له دعاية أنه ينزل مصر ولما نزل وطنه التاني تم الترحيب لي وكان المتحدث الرسمي باسم الرئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي ربنا يحفظه وكلنا شايفين قد إيه دايما المتحدث الرسمي باسم الرئيسة الجمهورية قد إيه دايما متواصل مع السيد الرئيس وقد إيه بيبلغنا بكل المعلومات الجميلة اللي اتبشرنا بكل خير شكراً لحضرتك سيد المستشار أحمد فهمي وأيضاً طبعاً الشكر الكبير للسيد الرئيس حفظه الله ورعاه وعلى مجهوداته على وقت مكان أول ما مسكت بصراحة لغاية الآن شفنا قد إيه حضرتك بتتعب عشان خاطر مصر وقد إيه مش مرتاح قد إيه بتعمل اللي عملت علاقات ورجعت مصر إلى وضعها الحقيقي الوضع المشرف اللي احنا نتشرب به على مستوى العالم وحاجة جميلة أوه يا جماعة لما نشوف سادة الرئيس دولة كبيرة وعظيمة زي فرنسا قد إيه بيتم ترحيبه فيها دي حاجة على فكرة احنا كمصريين نكون صعداء عليها ونكون مبسوطين لذلك والله مش فرنسا بس النهاردة في أمريكا بيتم كده كمان زي فرنسا بالزبط وفي ألمانيا وكل أنحاء العالم وأيضا الدول الخليج الشقيقة الدول العربية بيتم ترحيبه بقيمة مصر بمكانة مصر اللي احنا دايما كنا متعودين عليها أيام الرئيس الله يرحمه الرئيس المصر السابق حسن مبارك الحمد لله استكمالا لمصر واستكمالا مكانة مصر رجع لنا مكانتنا تاني سابت الرئيس وحطهنا في المكان المناسب اللي احنا كمصريين نتشرف بيها على أنحاء العالم والحمد لله شكرا سابت الرئيس ودايما نقول لحضرتك شكرا تناول العلاقات الصينيئية ما بين سابت الرئيس ورئيس الوزراء الهندي من كل حاجة ذي التعليم والطاقة والكهرباء كل حاجة بما يخص الكهرباء زي الهيدروجين الأخضر والسياحة والثقافة طبعا احنا عارفين عن تعظيم حجم التبادل التجاري ما بين مصر والهند على مدار السنوات اللي فاتت حتى وقتنا هذا وزادت الاستثمارات أكتر في ظل وعهد سابت الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم التبادل أيضا من وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية زي ما ما قال سيدة المستشار اتكلم عن سيدة المستشار المتحدث الرسمي أحمد بفهمي اتكلم عن تبادل العلاقات ما بين مصر والهند حيث وجه رئيس الوزراء الهندي دعوة أيضا للرئيس المصري إلى الهند لتبادل العلاقات للمشتركة ما بيننا وما بين الهند في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بينودله الهند تحت الرئاسة الهندية قريما بإذن الله حيث أعرب السيد الرئيس عن سكرة مصر في رئاسة الرئاسة الهندية والحكومة الهندية لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي مؤكدا استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البناء وتغيير المناخ أيضا ونقص الغذاء والحصول على التمويل للدول النامية وأضاف أيضا المتحدث الرسمي للرئاسة الجمهورية أن الزعيمين قاموا بعقب انتهاء المبحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى المستوى الشراكة الاستراتيجية بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند على المستوين الرسمي والشعبي بالإضافة إلى توفر الإرادة المتبدلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الصناعية كما قام السيد الرئيس بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنا وقدرا كل ده كويس قوي رئيس المصري العلاقات اللي احنا بنعملها دي في حد ذاتها ايه بتوضح لنا ك على بلدك مصر وعلى حفظ الأمن والاستقرار والأمن وكل شيء بما يخص أي حاجة بتنقصك أنت كمواطن مصري العلاقات دي مستقبلا هتلاقي فيها نتيجة وانت هتحس بيها كمواطن مصري انت هتحس بكل اللي بيحصل ده وتعامل بلدك في كل حاجة خارجيا وداخليا وعن الاقتصاد المصري ولازم العلاقات دي تم وتمت بالفعل على أرقى مستوى وشفنا دي حب البلاد لنا حاليا وحب واحتضان مصر حاليا في العالم أجمعه الدول العربية وأيضا الدول الغربية والأسوية والأفريكية كل ده بيخليك انت كمواطن بتكون مفسوط وفرحان ان بلدك في المكانة كويسة ومشي صح وبنشكر أيضا الرئيس الوزراء الهندي لزيارته إلى مصر واتمنى تكرار الزيارة مرة أخرى النهاردة عندنا مواضيع كتيرة ومواضيع مختلفة طبعا نحن كان عندنا معاناة معاناة مركز بدر محافظة البحيرة كنا اتكلمنا فيها قبل كده وبنعاني من المستشفى ومازال وحتى يومنا هذا عايز اقول لحضراتكم على حاجة انا شايف ان في تغيير في المستشفى وتم بالفعل من وزارة الصحة الضغط على المقاول والعمال القائمين على المستشفى وايضا على المسؤول على المستشفى وشوفنا الان بيتم الان الحمد لله استكمال المستشفى على وضع ممتاز وجميل وشوفنا قد ايه الوزارة استجابت من المواطنين وما تأخرتش ومن برنامجنا الموكر بنشكر وزارة الصحة على تعاونكم معنا وعارفين مجهودات حضراتكم وامركم ما تتأخروا ابدا على مواطنين مصر وعارفين قد ايه بتشتغلوا كويس جدا في كل حاجة على مستوى الجمهورية كلها مش مركز بدر بس بنوجه الشكر لحضراتكم وهنتكلم في الموضوع دوت لكن عندي مش هنقول الاهم اليومين اللي احنا موجدين فيهم دول هو يومين عرفة العشرة الاوائل منذ الحج وهي افضل ايام عند الله سبحانه وتعالى وعند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين اجمعهم وزارة التنوين بصراحة احنا عاجزين عن الشكر بكل تعاونكم مع الشعب المصري وضخ اللحوم بكسرة في الاسواق المصرية وصعار اللحمة ممتازة وجميلة عشان محدش يقول لي ان سعر اللحمة ب300 و400 عند الدولة الوزارة هي اللي طرحاها ب300 جنيه لا النهاردة حضرتك كل حاجة بقت ملموسة واحنا كمواطنين شايفينها وحسينها كل اللحمة النهاردة بتراوح من 160 جنيه ل170 ل190 جنيه الاسعار ممتازة جدا واللحم جميل مفيش فيه كلام عندك اللحم السودان اللحم البرازيلي استوردنا من عدة دول كتيرة لحوم واسعار مختلفة وبتوصل لحد 250 جنيه معاك من 160 جنيه لغاية 150 جنيه وانت اختار واللحم السوداني على فكرة جميلة جدا روعة 190 جنيه جربها مش هتندم والله لحم السوداني ده على فكرة بالمناسبة دول الخليج واخدين عليه وهم عارفين ايه متأد ايه اللحم السوداني احنا كمان كمصريين عارفين دولة السودان وعارفين الانتاجات بتاعتها وعارفين مزارحهم وعارفين كل حاجة احنا كمصر الاقرب بصراحة عارفين ايه السودان وعارفين منتجاتهم عاملين ازاي دولة عربية شقيقة فما حدش يقول ويتلكك يقول ايه اصل اللحمة النهاردة بربعمية ربعمية وخمسين حضرتك فعلا اللحمة البلدي النهاردة داخل مصر وصل فعلا لربعمية الى ربعمية وخمسين ده حقيقة مع تضخم الاسعار والغلاء اللي موجود اللي هو الغلاء العالمي لكن الدولة النهاردة بصراحة بنشكرها لان النهاردة بصراحة بكل امانة الشعب المصري مبسوط وفرحان وبيشوف النتائج قدام عينيه النهاردة الحمد لله الناس كلها بتجيب لحمة الناس كلها تقدر تشتري اللحمة باسعار جميلة ولحمة جميلة جدا جرب مش هتندم والله انا شايف ان الاسعار متزبطة الايام ديت والاسعار كمان مش استقرت في استقرار واحنا ملاحظين الاستقرار دوت الايام دي وفي انخفاض للدولار والدهب ايضا واحنا شفنا كل ده وامتابعين كويس قوي وان شاء الله وهيحصل انخفاض وهيحصل وهيحصل لكن ما تستعجلوش يا مصريين سيد الرئيس وعدنا بده تضخم اللي حصل ده لازم يتم معالجته وهيتم التعالج ليه لكن يلزمنا الصبر والتعاون مع الدولة نحن كمواطنين مش عايزين اي حاجة تاخدنا ونقول ان ان يعني انتو شايفين كويس قوي قد ايه الاعلام المنافس الاعلام اللي عايز ياخد بلده في حتة وحشة عايز يفرح فينا يا ريت احنا كمواطنين ما نسمعش ليهم ونشوف بلدنا النهاردة بلدنا تحركت بلدنا النهاردة وقفت على رجلات والله احنا كمصريين ما كنش متوقعين ان مصر توصل ونشوف بلدنا جميلة كده بلدنا بكل حت مع اختلاف الاسعار النهاردة في دول تانية اذا كانوا مواطنين بيروحوها او بيزروها او الاعلام الخارجي بيهيئ اللي حضرتك بيقولك شوف قد اللحمة سعرها غالي رخيصة عندنا كامريكا كاوروبا كاي دولة النهاردة بيصوروا بيبعثوا عشان يستفزك انت كمواطن وتيج ضد دولتك لا انا بقول لحضرتك انت مش واخد بالك من حاجة حضرتك عملتك مش دولار حضرتك عملتك مصري يا فندم حضرتك ما بتتكلمش بالدولار حضرتك ما بتتكلمش باليورو حضرتك بتتكلم باللوق بالجنيه المصري امتى اقول حضرتك ان انا فعلا لحمة رخيصة لما كون الجنيه بتاعي فعلا ماشي زي الاسواق اللي موجودة ولكن الضغط العالمي اللي موجود والحروب اللي بنشوفها والتأثير اللي حصل زي اوكرانيا وزي الدول اللي احنا كنا بناخد منها حاجات كتير مع الحروبات والحاجات اللي بتحصل دي كلها وناس كتير قوي كدول كتير عانت لان كنا بنستورد حاجات كتير قوي من اوكرانيا النهاردة اوكرانيا مع الحرب ومع اللي بيحصل فيها ما قدرتش ان هي توزع وتكافي الاسواق اللي كانت بتضغق لها جامد الدول البديلة كانت ايه الدول البديلة برضو ما كانتش هتبقى زي اوكرانيا كاوكرانيا معروفة كدولة كبيرة وكدولة عالمية زي روسيا كمان ايضا ازاي ان هي بتضخ موارد كتيرة على انحاء العالم النهاردة الدول دي عندهم حروب النهاردة الرئيس لما يروح دولة زي الهند اكيد في استفادة احنا كمصريين ايه المغزى ان يخلي الرئيس يروح الهند اكيد في سبب اكيد في حاجة كويسة خلت سيدة الرئيس والدولة تحركت الى الهند النهاردة بنعمل علاقات على اعلى مستوى مش فرنسا فقط لا الهند اهو الهند وايضا دول افريقيا نهاردة الرئيس ما بيتأخرش ابدا عن افريقيا مؤتمر تلاقيه هناك اي حاجة بتلاقي سبب الرئيس ما بيتحرك فورا نهاردة دولتك ماشي كويس وماشي حلو احنا كمواطنين علينا الصبر نصبر احنا كمصريين عمرنا ابدا ما هنضر بعض وعمر الرئيس ما يضرنا كل الحكاية ان انت المفروض تشتغل على نفسك تشتغل وما تتكلمش خليك في عملك خليك في شغلك قول يا رب وربنا سبحانه وتعالى هينصرك ويقف معاك مش هيخزلك لازم كلنا نتلاحم في الوقت ده احنا كمصريين معروف عننا الجدعان الجدعان المصريين المجدعة معروف عننا المجدعة يعني ايه مصريين كلمة مصريين يعني راجل يعني ايه مصري يعني ايه الدغوة العربية عارفة يعني ايه يعني ايه مصري مصري دي كلمة كبيرة الا مصر مصر ما ينفعش يحصل فيها اللي حصل فيها قبل كده لازم كلنا نبقى في تلاحم واقفين جنب الناس دول الناس دول مننا ما هماش حد غريب ده ريصنا احنا شفنا الراجل ده بيحب بلده بناش اتخذنا اي اعلام مزيف ويقولك احنا رحيد في الطريق الفلاني احنا جاي علينا موجة مش حلوة اصلي معرفش ايه كل ده كلام فاضي النهاردة بلدك بتروح في حتة جميلة وبنشكر دولة الامارات ودولة السعودية الشقيقة ودول الخليج الدول العربية اللي النهاردة السياحة بنلاقيها في مصر من السعوديين السياحة بنلاقيها من مصر من الاماراتيين والخلايجة كان ممكن دول يروحوا على بريطانيا ولا يروحوا على امريكا اش معنى بيجي لك انت مصر اش معنى ما هالفلوس اللي بيصرفها دي يقولك انا تم انا رح على اوروبا اوروبا اجمل لا عشان بيحب مصر عشان عارف يعني ايه مصر بيجي يخسروا في اي جنيه يقولك النهاردة اللي تخلوا عننا الغرب مش الدول العربية الدول العربية الشقيقة النهاردة واقفة جنبك واقفة معاك وطقف جنبك في اعز في ظروف يعني انت كمواطن الحياة فعلا صعبة صعبة فعلا على انحاء العالم مش في مصر بس فالنهاردة احنا بنشكر بجد بجد من كل قلبنا والله دول الخليج والسعودية على رأسهم والامارات لان احنا شايفين مجهوداتهم قد ايه لو لو ربنا سبحانه وتعالى ولولا الناس دي ما كانتش بلدك والله هتبقى بالشكل ده ولسه يا مصر هتتفرغ على بلدك الايام الجاية وهتعرف بلدك وهتتبقى به لكن ما تستعجلش اصبر ما عليك الا الصبر واشتغل البلد شايفة النهاردة نهاردة البلد شغالة تموين ضخ سلع وعيد داخل عليك ما عندكش نقص في حاجة النهاردة لما بيحصل فيه ازالات حضرتك ليه زعلين عايز اتكلم في النقطة دي لان النقطة دي بصراحة محيارة المصريين شوي قراري الازالات النهاردة انا مواطن مخالف وعند مخالفة وانا عارف المخالفة دي على مدار سنوات وسنوات ليه ما صححش وضعي ليه ما روحش ان انا اشوف ايه الصح واعمله ليه استنى ليه استنى انتظر ان اعلام خارجي ييجي يصور يقولك شوف ده بيهد بيوت المصريين كلام ده مصح يا ساد كلام ده انا النهاردة مواطن مخالف عندي بيت وباني بيت شكله جميل وحلو لكن ما عنديش ورق ما عنديش حضرتك مستندات النهاردة لما بيكون في اماكن في مصر عايزة تتحدث وتبقى جميلة النهاردة دولتك بتحطها في مكانة جميلة وبترسم بلدك بشكل جميل وشوفنا قد ايه النهاردة مساكن الشباب اللي انحاء الجمهورية بكسر قد ايه والنهاردة المواطن السادة الرئيس اقسم على نفسه قال والله اي مواطن هيقدم هياخد شقة النهاردة المعمار شغال كل حاجة شغالة مفيش حاجة النهاردة الدولة بتتأخر عنها لكن احنا كمواطنين نشتغل كويس جدا مع الدولة الدولة عليها عبق والدولة عليها فعلا عليها تحم المسئولية ولكن انت كمواطن عليك ايضا تحم المسئولية حضرتك الصح صح انا شايف وضعي مخالف النهاردة انا ركب عربية وسائق العربية في الشارع بس انا ما معيش رخصة النهاردة لو زابت مرور وقفني وقال له رخصة العربية فيه النهاردة انا مش معايا رخصة وسائق العربية هل ده قانوني ليه حضرتك تزعل من الضابط لما ياخد منك الرخص لما يسحب منك العربية لما يعمل كده عشان حضرتك مخالف نهاردة حضرتك لو ماشي رسمي وحق ورقك وشوفنا قدي ايه بيتموا مخالفات في الطرق ومع ذلك ان احنا بنعيب على الحكومة وبنعيب على الزباط وبنقول اصل الضابط اه اتعدى اصل الضابط انا ما عرفش ايه حضرتك بتبقى غلطان وما بتسكتش بتبقى غلطان وبتتعدى طبعا احنا ماشي نقول كل المصريين كده لا طبعا انا بنتكلم فئة وليلة ونيجي نزعا نقول اصلا نماشي حضرتك النهاردة لو مفيش مرور في مكان معين شكل المواطنين هتبقى عاملة ازاي في الطرق هنتعامل ازاي في الشوارع مع بعض هيحصل تصادم هيحصل هيحصل حوادث كتير وبنشوف قد ايه الحوادث اللي بتتم على انحاء الجمهورية حتى لو الطريق نضيف حتى لو تم اصلاحات عليه النهاردة حوادث بالمئات النهاردة عدد وفيات بالألافات بتتم حتى لو الطريق نضيف ليه لان حضرتك انا ماشي مخالف حضرتك انا ماشي مخالف النهاردة عندنا مواضيع جميلة وعايز اتكلم فيها وان شاء الله كلنا هنستفاد واي معاناة انت كمواطن احنا من حقنا كبرنامج نقف جنبك ونساعدك وناخد بأيديك وايضا الدولة تسمعك الدولة مجرد ما بتسمع بتتحرك فورا الدولة مجرد ما تعرف الخبر بتتجي فورا هي ما بتقولكش لأ نطلع فاصل ونواصل ترجمة نانسي قنقر 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 الروسي عايز اقول لحضراتكم على حاجة بجد الحجاج حجاج بيت الله الحرام مش هنقول المصرين بس هنقول من كل أرحاء الدول العربية والإسلامية بجد أنا بشكر السعودية عن التنظيم الرائع اللي موجود دلوقتي وقد ايه الدولة دي بتشتغل معاك يعني ملايين من الناس اللي موجودة دلوقتي حاليا كل ده أكيد عبء كبير على الدولة في تجهيز الدولة في في كل حاجة في التحرك في 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 عدم احتكاكات في حاجات كتير النهاردة الدولة شغالة كويس أو في السعودية النهاردة الدولة حضرتك الحماية انت كحمايتك كمواطن أي مواطن عربي شايف فيه أمن في السعودية بنشكر سمو وليل عهد محمد بن سلمان على المجهود الرائع والحكومة الرائعة بجد اللي احنا كمصريين بنتشرب بيها على أنحاء العالم وأيضاً وأيضاً العالم كله شايف ده بنشكر السعودية السعوديين بصراحة والحكومة السعودية أيضاً بنوجه لهم كل التحية والشكر من مصر المصريين بيشكروكم أهل المدينة أهل المدينة الناس الطيبة طبعاً كل السعودين كويسين وطيبين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأهل المدينة وشفنا قد إيه المدينة المنورة والناس الطيبة رحبت بأهالي الشهداء وكانوا بيغنلهم كمان قد إيه كن إحنا كمصريين فخورين وكنا في كمة السعادة لما شفناكم يا سعوديين بترحبوا بالحجاج المصريين بالأم المصرية والأب المصري والأسر المصريين اللي هي أسرة الشهيد ويعلموا جيداً بترحبهم لأسر الشهداء كمان أنا بشكر سيد الرئيس والدولة بأنهم أهدوا أسر وأهالي الشهداء للحج المبارك فإحنا بنشكركم وشفنا قد إيه مجوداتكم وبجد إحنا في كمة السعادة وبنوجه لكم الشكر كبرنامج للحكومة والدولة المصرية والسيد الرئيس الوزراء أيضاً شفنا قد إيه حضرتك بتتعب وشغال بجد في الشارع والرأي العام شايف ده كويس وقد إيه مجودات حضرتك ربنا يحفظك وحضرتك في ظل أو إحنا في ظل عهد دولة شريفة وحكومة شريفة فإحنا بنشكر حضرتك على مجودات سيادتك على كل اللي بيتم على الساحة المصرية والله لن نبالغ فكل كلمة إحنا بنقولها بنقولها من قلبنا لحضرتكم والله شهيد على كلامنا إن شاء الله حجاجنا يرجعونا بألف سلامة وعقبالنا إن شاء الله الحج القادم اللي ربنا ما كتبهلوش السنة دي إن شاء الله يكتبهلو السنة الجاية عوبالنا كلنا وربنا يكتبهلكم وعيد سعيد علينا وعلى أمة محمد وعلى الشعب المصر العظيم لإن إحنا بجد إحنا عنينا وربنا هيعوضنا وصبرنا دو تخلي بالكم والله مش بالسهل صبرنا إحنا كمصريين ربنا سبحانه وتعالى هيكفئنا إن شاء الله وهيعوضنا خير عن كل الأزمات اللي حصلت واللي إحنا شفناها السابقة وإحنا شايفين ده ولمسين ده كويس قوي وإن شاء الله ربنا هيكرمنا ولكن أنا بطلب منكم الصبر دايماً ودايماً أوجه لكم الصبر محدش يستعجل ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش جهدك أنت كمواطن ما بينساش جهدك أنت يا رئيس يا وزراء ما بينساش جهدك أي شخص بيشتغل وبتعب ربنا بيكفئه وبيقف جنبه وبيقف معي ربنا يتقبل منكم ولصالح أعمالكم حجاج بيت الله الحرام نرجع نكمل موضوع المستشفى والمعاناة التي أو الذي يعيشها مدريت التحرير مركز بدر إن شاء الله مش هتكون معاناة إحنا وصلنا الصوت ومتفقلين كويس جدا من وزارة الصحة هتعمل إيه تجاه مواطننا وأهلنا ومواطنين جمهورية مصر العربية مركز بدر إحنا إحنا مصريين ومركز بدر مصريين ما هوش حد غريب أكيد الدولة مش هتسكت لما تعرف إن ما فيش حاجة اسمها مستشفى أكيد الدولة هتتحرك وفعلا اتحركت وشفنا الضغط اللي بيحصل أنا عن نفسي بصفة الشخصية تبعت وشفت كويس قوي المستشفى بيحصل لها إيه الأيام اللي فاتت فعشان كده فخور وبشكر كل من قائم وساعد على بناء المستشفى وأيضا بوجه الشكر لوزارة الصحة هنقدر كلنا الحمد لله في قبل العيد هنجيب لحمة عشان محدش يجي يقولي أو يقولنا احنا مش قادرين نشتري لحمة لا نهاردة اللحمة حضرتك بتمن الفرخة الفرخة حضرتك بتجيبها كيلو بيتراوح من سبعين وزيادة يعني نهاردة عشان تجيب لك فرخاية هتجيبها بمية وخمسين جنيه وممكن توصل لمتين جنيه إذا كانت ضيضة أو بلدي نهاردة كيلو اللحمة وصل حضرتك أو قريب من الفرخة هتقدر انت كمواطن تشتري اتنين كيلو وتشتري ثلاثة كيلو واربعة كيلو كمان هتقدر كل دوت من الوزارة ووزارة التموين بفضل الله سبحانه وتعالى معانا مدخلة دلوقتي من أحد الشباب بمحافظة البحيرة حابب يتكلم عن القرية بتاعته وبعض المشاكل البلد بتعاني منها وحابب يشاركنا صوته النهاردة مع برنامجنا معانا الأستاذ أستاذ وليد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً أستاذ وليد أستاذ محمود الروسي منور حركة القناة الله يكرمك سعداء بحضرتك حضرتك مثل مشرف لمحافظة البحيرة خاصة مركز بادر والمركز حمادة برضو ولنا منها حضرتك المتابع جيد لحضرتك وحضرتك يعني بتسلد صدورنا جميعاً لأن حضرتك بتناقش مواضيع بتهم الشباب وبتهم المجتمع وبتناقش المجتمع المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع تمام الله يبرك لك أولاً بهنق سياسة الرئيس الفتاح السيسي وكل الشعر المصري والعربي والإسلامي بحلول عيد الأضحى ربنا عيده وعليكم بألف كبس وصحة رقم 2 بشكر حضرتك وقناة الصحة الجمال على البرنامج الشيق والبرنامج الجريء اللي بيتكلم بلسان كل واحد فيني بيناقش مشكلات وبيبديع بعض الحلول عشان برضو نساهل على نفسنا الحياة اللي احنا تمعيشها وحضرتك حضرتك أحياناً بتتطرق لمشكلت مركز بادر وكم حمادة أنا بس أعود يعني ألخي الضغط على حاجة مهمة خالص إن إحنا في مركز كوم حمادة ومركز بادر نحتاجين فعل النائب يكون لسان حال الشباب يا أستاذ وليد سمعني أنا بس كنت عايزة على حضرتك أنت منين من التحرير من أي مكان؟ أنا حضرتك أنا من كوم حمادة بجوار مركز بادر من التحرير اسم كارية إيه لحضرتك منها؟ مركز أنا من كاريت بيباني حضرتك كاريت بيباني أهل وسهلا بيك أهل وسهلا بيك أنا وليد الخواجة مدرس حاسب آلي بأحدى مدارس إدارة كوم حمادة تعلمية أهل وسهلا بحضرتك أهل وسهلا بيك أهل وسهلا بيك احكيلي طيب إيه المشاكل اللي انتوا بتعانوا منها ككارية وكم حمادة معروفة عندكم على فكرة أنتوا ناس طيبة وناس طيبين جدا يعني وولاد بلد زي ما بيقولوا فالله يكرمك احكيلي بعض المشاكل اللي انتوا بتعانوا منها يا أستاذ وليد إيه هي الحاجات يعني؟ أهل لي فيه مشاكل كتيرة يا رئيسنا يعني معظم قرى مركز كوم حمادة يتعاني المشاكل الغاز الصبيعي والصدر الصحي يعني معظم القرى حالية لحد الآن إحنا 2023 ولا فيها خط صحي ولا فيها غاز طبيعي ماشي حضرتك؟ تمام رقم اثنين كان عندنا حضرتك مستشفى حميات كوم حمادة دي كان بيتعالج فيها الغني قبل الفئير تمام حضرتك؟ يعني واحد العام دور باب بيروح مستشفى يتعالج ياخذ علاجه تمام تمام جات مستشفى قوم حمادة العام اتعملت للتدحسات الرئيس يعني بالضغط من الأسبوع عن طريق الفيديو كونفرانس هي بصراحة يعني حاجة شرح طبي منتاب وأجهزة منتاب بس بينقصها بعض يعني الأطباء نعظم أطباء وعظم كيف ما فيها يعني فيها أعلى أجهزة على مستوى المحمد بالكامل ولكن ينفوصها الكادر الصدر تمام حضرتك معي؟ يعني عند حضرتك مكان وفيه مستشفى لكن ما عندكش دكاترة هل ما فيش دكاترة خالص أستاذ وليد؟ وفيها حضرتك بس برضو مش بقدر ده مركزك محمد برس مركز كبير ويتبعوا كرة كبيرة خالص خالص فيه دكاترة فيه دكاترة بس مش على القادر الكاتب برضو طب إيه لا استاني في المستشفى دي؟ والله وبرضو بعض الأجهزة مش شغالة يعني هي أجهزة موجودة ولكن مش مفعلة لأنه ما فيش كادر يشغالة ما فيش كادر طبي ما فيش مثلا في حياتي يعني مثلا حضرتك عشان مثلا يعني لقدر الله واحد لده عقرب ولا حادة لابد يروح يا طنطى يا روح ده منهو يعني ممكن يموت للسكة جبل ما يوصل نفس المعاناة اللي بتعانيها مركز بدر برضو في البرنامج مدرية التحرير الناس الكبيرة عارف يعني مدرية التحرير مدرية التحرير دي دي كرة بتتبع مركز بدر تمام يا روح فعند حضرتك المستشفى مش موجودة طبعا كمبنة موجود ولكن النهاردة الحمد لله شفنا الوزارة تحركت ازاي وتم التحرك الحمد لله النهاردة ومبارح وأول مبارح وحصل النهاردة ما شاء الله العمال شغالة الدنيا بقت حلوة انا حاس انه قريب جدا ان شاء الله هنستلم المستشفى وهنبقى عندنا مستشفى ان شاء الله والحلم هيتحق قريب جدا ده بفضل حضرتك لا الفضل ربنا الله يكريم حضرتك يعني اللي حد بتحرك يعني الماء الراقط ده لابد من تحرك بيه ولا يضيع يعني زي ما مثل بيقول لا يضيع حق براء مطالبة عايز اقول لحضرتك على حاجة والله العظيم الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى وللناس المحترمة اللي زيكم الله يبرك لك انتو كبلد كمان ناس ارياف على الفطرة طيبة تمام يا رئيس فتضامنكم مع بعض واتحادكم مع بعض وكلامكم عن اللي بيحصل هو ده اللي خلى البلد والناس والدولة تحركت انتو تستهلوا كل خير واكيد الرسالة وصلت ولكن عايز اقول لحضرتك على حاجة ان شاء الله مع حلول وقرب اتفتاح المستشفى تشتغل في مركز بدرة هتقل المعاناة عندكم شوية ولكن احنا بنطالب وبنطلب من السادة المسؤولين سماع صوتكم كاكاريا موسيقى لبيك اللهم لبيك لبيك ورجعنا لكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين وتشكرين لحضرتك يا استاذ وليد واحنا عايز اقول لحضرتك بجد الرسالة وصلت طبعا احنا اكيد المسؤولين ما عندهمش علم بمشاكل اللي حضرتك بتقولها وبيتكلموا عنها وكمان بالاخص ان ما يكونش فيه دكاترة بزيادة في المستشفى اللي عندها حضرتك دي في حد ذاتها اكيد الدولة لما تاخد خبر اكيد فيه حاجة او نقصة او عجزة او حاجة عندكم اكيد الدولة لازم تتحرك ومش هتسكت عندها ان شاء الله هنوصل صوتك بإذن الله وهيبقى معانا ان شاء الله الحلقات اللي جاية من السادة المحترمين الوزارة ووزارة الصحة وان شاء الله هما مش هيتأخروا عننا ولكن دخول العيد والايام اللي احنا فيها والضغط ده فمش عارفين نجمع مكالمة ان شاء الله ده هيتم الحلقات القادمة وهنقدر ان احنا نتواصل مع الوزارة مباشرة ما بين البرنامج والوزارة والوزارة شكرا استاذ وليد واي حد من البلد استاذ وليد والبحيرة عمتا عنده مشاكل يقدر يتواصل معانا كبرنامج واحنا مجزئين جزء صغير او جزء مش هنقول جزء كبير او تستهلوا ان احنا نخلي البحيرة جزء كبير عندنا في قلبنا البحيرة دولة جميلة او محافظة جميلة مش دولة محافظة جميلة ولكن احنا نتمنى التواصل دايما من المحافظة انه هيبقى في بعض الحلقات ان احنا نتابع مع المحافظة دي والمعاناة اللي بتعنيها محافظة البحيرة ان شاء الله هنوصل الصوت المحافظة ونوصل الصوت للمسؤولين وان شاء الله هيبقى فيه استجابات كتيرة وحلول كتيرة ان شاء الله ولكن احنا كل المطلوب عليك انت كمواطن انك توصل صوتك هو ده اللي احنا بنتكلم عليه توصيل الصوت ده المهم والاساس لان لو لا توصل الصوت الدولة نفسها مش هتسمع بك ومش هتعرف انت عندك مشاكل ايه فانت لازم توصل صوتك واحنا نساعدك لده انا حابب من برنامجنا من قناة الصحة والجمال من برنامج حكاة والروسي بوجه التحية بوجه اعيد على كل العالم الاسلامي والعربي وحابب اقول من هذا البرنامج من هذه القناة المحترمة كل عام وحضراتكم بخير والامة الاسلامية والعربية بخير ودايما بقول شكرا يا رئيس شكرا يا حكومة شكرا يا كوات مسلحة وشكرا لشرطة مصر وشكرا لكل حد بيقدم هذه البلد وبحب اقول للمسؤولين اجمعهم وللصيد الرئيس كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري طيب وكل سنة والمصريين طيبين وبخير وعيدكم سعيد ومبارك ان شاء الله نتابع الحلقات القادمة مع حكاوي الروسي برامج مختلفة وحكاوي جديدة وكل جديد في جديد ويبقى بنامجنا يكون مميز على الساحة المصرية كل عام وحضراتكم بخير وعيد سعيد وان شاء الله الحلقة القادمة اول يوم العيد هتكون حلقة جميلة كلنا نتابع مع حكاوي الروسي كل عام وحضرتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلت في الأرض وطرح البركة منك فينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة